خرجنا حجم التدخلات الخارجية دعم للقوى السياسية السنية بات ضاغطا بشكل أكبر من القوى الأخرى على رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة وهو أمر غير واضح للشعب كون هذه الضغطات تمارس بشكل سري شنو هذا السري استاذ عبد هاي هاي بشكل سري حكومة مواصفات لا صفقات يعني أنت ربما تذهب بتلويح وتلميح ابراهيم الصموي داعي لا لا شوف لا أكون مواصفات كل أبناء الشعب العراقي سواء طلعوا التظاهرات وما طلعوا التظاهرات الداعمين للتظاهرات هم فعلا اليوم ينجدون أنه وزراء بمواصفات هذه المواصفات وحدها من المواصفات أعتقد هي النزاهة والكفاءة الصفقات مو أقصدها إجسان الصفقات إلا أكون مادية لا أنا بشكل واضح وصريح وأتكلم وأمام البلع اليوم هناك شبهات هذه الشبهات وين موجودة في الفريق التفاوضي للسيد علاو حذرنا منذ البداية أنه يختار شخصيات خلي نقول شنسميها حتى يعني خلي نسميها نقول شخصيات فعلا هي تتمتع بمواصفات معينة هذه الشخصيات شميل فريق التفاوض علي كلام الكلام جد دقيق بما أنه صارت شبهات حتى إحنا لأنه هذا الموضوع إذا فعلا شكلت الحكومة بهذه الطريقة أكيد يلا لا صب أولا ما صب لام بمصطحة السيد علاوي بشكل شخصي ولا صب بمصطحة العراق لأن إحنا اليوم